اهلا بكم مشاهدين من جديد ومعاكم بنستكمل اخبارنا في حلقتنا النهاردة لأول مرة في مصر شهدت محافظة نومياط تطبيق اول تجربة للتعامل مع قضية النظافة بتنفيذ المدفن الصحي الفكرة كلها بتهدف لتجميع القمامة تحت الارض للارتقاء بالمنظومة العامة للنظافة ورفع المظهر الحضاري والجمالي لكل المدن خلونا نرى في تفاصيل اكتر عن هذه التجربة من خلال هذا التقرير مبادرة طموحة اطلقتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لمواجهة مشكلة النظافة خصوصا ان المحافظة ذات طبيعة صناعية مما يجعل المدفن الصحي خطوة على الطريق الصحيح طبعا جات فكرة المدفن الصحي كأحد المحاور الاولى لتلك المنظومة اللي بتقوم على ان بيبقى فيه بدل الصندوق ما يبقى فوق الارض بيبقى تحت الارض بيعمل بنظام البساتم والهايدروليك زي الأسانسير بيبقى فيه فتحة من فوق بحس ان بيتم اسقاط القمامة فيها وبعد كده بيجي المكبس بيرفع الصندوق وبيشيلها في عملية اوتوماتيكية الفكرة كلها بسيطة ان فيه زي صندوق هيكل معدني اللي بيرفعه اتنين بستم البساتم دي بيتم ضخ الباكن بتاعها من خلال عربية المكبس اللي عندي متوفرة لدي في المحافظة تمام لان فيه افكار كتيرة احنا استغلنا الفكرة اللي متناسبة مع المعدات اللي عندي حلول غير تقليدية ضمن آليات العمل لمتابعة ملف النظافة بالتخلص من القمامة بشكل مناسب واسلوب علمي كل حاجة لابستيقى تبكى المصابات الأوروبية عملناها على باساتم هيدروليك عملناها احلى حاجة اللي احنا عمل لك المفروض ان يتعامل لكل صندوق واحدة رافع طبعا واحدة رافع دي هتبقى تكلفة على الدولة وانحتاج لها كهربة 380 احنا لغينا كل ده فضل الله وعملت بس وحدة رافع على عربية هتشغل ضميات كلها زي ما انت شايف المجبس برضو بيشتاله مع القمامة بيروح مصنع أبو جريدة لتدرور القمامة هناك ومعالي متابعة يومية على طول باستمرار والعمال برضو حواليه كنس المنطقة وتنظيف المنطقة والحمد الله فضل الله مسيطرين على المكان والحمد لله خطوات الانشاء راعت تجميع القمامة والمخلفات بصورة سلسة مع الالتزام بالتوعية العامة لضمان النظام اشتركوا في القناة